نحو 57 ألف عقار ملك صرف لمسيحيين عراقيين صادرتها ميليشيات مسلحة وأحزاب سياسية خلال السنوات الماضية بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد استندت فيه لتصريحات عن نواب في البرلمان أكدوا أن الكثير من العقارات بيع بأوراق مزورة تم تسجيلها رسميا في الدوائر العقارية بأسماء مالكين جدد وإنهاء علاقتها بأصحابها الأصليين رئيس كتلة الرافدين النيابية ينادم كنة كشف عن مساعل لتشريع قانون بتشكيل لجنة لإعادة النظر في جميع البيوع وإعادة تقييم الأملاك لعادتها إلى أصحابها بعد تشكيل البرلمان الجديد موضحا أن القانون المقترح يلزم الدولة بتشكيل لجنة للنظر بمآلات عقارات المسيحيين النائب كنة أكد أن الجهات المتورطة تستغلت الفوضى الأمنية لسرقة الدور وبيعها بأوراق مزورة مستشدا بإحصائية صادرة عن قيادة عمليات بغداد تشير إلى أن أكثر من 23 ألف دار سكنية هو عدد العقارات التي حولت من دون سند قانوني بين عامي 2006 و2010 أمالا يعقدها المسيحيون تصطدم بجدار الواقع الذي يقول أن لا نص قانونيا يحتم على البرلمان الجديد فتح ملفات وقعت في زمن البرلمان السابق خصوصا أن الميليشيات والأحزاب التي سلبت ممتلكاتهم تسيطر على عدد كبير من مقاعد البرلمان وبالتالي فأن مسلسل إزالة المسيحيين من صفحات تاريخ العراق ما زالت مستمرة بحسب تقرير أمريكي عدته المنظمة الخيرية لمساعدة المسيحيين المتضررين حول العالم الأمريكية والتي أكدت فيه أن الاضطهاد الذي يتعرض له المسيحيون في العراق الآن هو الأسوأ منذ أي وقت مضى لتبلغ نسبة من هاجروا وفروا منهم من البلاد بنحو 81% وفقا لتقرير صادر عن الجمعية العراقية لحقوق الإنسان